أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكهف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 رقم الباب 196 الحديث الثاني بسنده بسند الكلين عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقري صلوات الله عليه قال قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت والمعنى واحد قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقة لو كان محددا لهلك الناس الإمام الباقر يشير إلى زمانه الذي كان زمان تقية شديدة فإن الأئمة لم يحددوا صيغة معينة لشيعتهم وإنما علموهم العديد من الصياخ لأجل أن لا يراقبوا ويشخصوا ويعرفوا أنهم من شيعتهم فتجري عليهم الويلات ولذا في رواية من الروايات إنه الحديث الأول في الباب نفسه بكر بن حبيب نفسه يسأل الإمام الباقرة صلوات الله عليه عن التشهد فماذا يقول له الإمام إذا حمدت الله أجزأ عنك فقط تقول الحمد لله هذا هو التشهد الحمد لله صيغ التشهد كثيرة وقسم منها بلسان التقية مثل ما جاء في هذه الرواية السائل يسأل الباقرة صلوات الله عليه عن صيغة تشهد للصلاة الواجبة الإمام يقول له إذا حمدت الله أجزأ عنك فقط الحمد لله بعد أن تكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية وتقعد للتشهد تقول الحمد لله ثم تقول بحسب هذه الرواية وهذه الصيغة مجزية بشروط زمانها ومكانها إنها من أحاديث التقية الحديث الثالث في الباب نفسه بسنده عن سورة ابن كليب قال سألت أبا جعفر سأل الباقرة صلوات الله عليه عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد وهذا يتوافق مع الاتجاهات المخالفة الأخرى فهذه صيغة للتشهد الشهادتان فقط لكنها بلسان التقية ما جاء من صيغة للتشهد الشهادتان مع الصلاة على محمد وآل محمد هي من صيغ التقية أيضا إنها توافق الشوافع توافق الشوافع والذين سبقوهم على نفس هذا الاتجاه إنها توافق المخالفين لكن الطوسية اختارها لأنها هي فتوى الشافع اختارها وبقيت مختارة إلى يومنا هذا وبعد ذلك يخرجون علينا يتحدثون عن التوقيفية في صيغ الصلاة وصيغ التشهد هؤلاء إما حمير وهم كذلك وإما شياطين يريدون أن يخدعوكم فهم عارفون أنهم على المذهب الطوسي وما هم على دين العترة الطاهرة وهم كافرون بدين العترة الطاهرة ويضحكون عليكم أنا لا أعتقد ذلك إنهم حمير حمير لا علم لهم بأحاديث أهل البيت ولا فقه لهم بدين العترة الطاهرة حمير طوسيون يقلد بعضهم بعضا وفي الآخر بأجمعهم يقلدون الطوسي الذي هو يقلد شافعي ولذا أنتم شوافع وصلاتكم شافعية من هنا فإن الإمام الباخرة يقول لبكر بن حبيب قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو أحسن ما علمناه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير إذن أحسن ما علمنا بيعة الغدير بدلالة القرآن وفي الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا هنا صار إسلامنا إسلاما بماذا بالتوحيد أبدا بالرسالة أبدا بالقرآن أبدا ببيعة الغدير ما هي هذه آيات بيعة الغدير فصار إسلامنا إسلاما ببيعة الغدير هذا هو أحسن ما علمنا أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت أحسن ما علمنا وأحسن ما علمنا بيعة الغدير ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد كل السعيد رشه الله هو الذي يخاطبنا من والا عليا هو هذا السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي عليا الذي يوالي عليا كيف يقبل عقله ويقبل قلبه أن يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته هل هذا شيعي ذكر عهلي يبطل صلات حتى لو لم ترد روايات وأحاديث مثل ما قرأت عليكم من الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا فإن الحديث هنا قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت يجعلنا وجوبا الإمام يقول قل بأحسن ما علمت إنه يصدر أمرا قل بأحسن ما علمت عليك أن تفحص عن أحسن ما علمت في دينك وأن تقوله في تشاهدك ما هو أحسن ما علمناه في ديننا إمامنا السجاد يقول لنا الله 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 في دينكم لماذا يا ابن رسول الله 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 في دينكم لماذا يا ابن الحسين يقول فإن السيئة فيه في دينكم خير من الحسن في غيره عجيب هذا عجيب هذا ابن رسول الله 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 في دينكم لماذا يا زين العباد فإن السيئة فيه خير من الحسن في غيره لماذا يا ابن رسول الله لأن السيئة فيه تغفر ولأن الحسن في غيره لا تنفع الإمام يشير إلى هذه القاعدة العقائدية التي هي روح ديننا وعقيدتنا حب علي حسنة لا تضر معها مع هذه الحسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة هذا هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد صلوات الله عليه الله الله في دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسن في غيره ما قال الله الله في مذهبكم الله الله في دينكم لأن آل محمد ليس عندهم مذهب مراجع النجف وكربلاء عندهم مذهب إنه المذهب الطهسي الضال الخرئ القذر النجس اللعين هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ أقرأ عليكم من الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أذهب إلى موطن الحاج يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي سؤال مهم يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي ماذا قال رسول الله قال من قذر نفسه هذه المصطلحات التي أتحدث بها وأصف بها المذهب الطوسي وحوزته ومراجعه إنني أأتي بها من أحاديثهم وليس من عندي ولا من بيت خالتي أو بيت عمتي هذه أحاديثهم كلماتهم مصطلحاتهم فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال صلى الله عليه وآله من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات ما هي المحرمات ألعن المحرمات ألعن المحرمات أن نعمل بما أنتجه لنا النواصب أن نتعلم علم النواصب وأن نعمل به ألعن المحرمات لأن حوزة النجفي إذا أرادت أن تحدثكم عن المحرمات تحدثكم عن لحم الخنزير مثلا قطعا لحم الخنزير من المحرمات ولكن أين يكون بالقياس إلى أخذ العلم والفقه من النواصب لا وجه للمقايسة في الحرمة هنا الحرمة كل الحرمة في أن نأخذ من العيون الكديرة القذرة من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات ظلمهم في اتجاه ولايتهم مثل ما يفعلون معنا الآن الظلم مراتب لكن أقبح الظلم أن يكون ظلما لأجل ولاء إمام زماننا ومن شيعي لشيعي هذا أقبح الظلم وإلا فالظلم أنواعه كثيرة لكن النبي قطعا وهو في هذا المقام ويتحدث عن الداخلين إلى جهنم من محبيه ومحبي علي لأن الأئمة أخبرونا في يوم القيامة إذا كان فيما بيننا وبين الناس من ظلم إنهم يعطونهم إلى حد الرضا أكانوا من الشيعة أم كانوا من غيرهم وهذا موضوع مفصل في الروايات والأحاديث لكن القذارة هذه لا مجال للتسامح معها لأن القذارة هذه ستغير الإنسان تكوينا وهذا ما ستبينه الرواية لنا من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات وواقع المحرمات في الجانب العقائدي وخالف ما رسم له من الشرعيات في الجانب الفتوائي جاء يوم القيامة قاذرا طفس الطفاسة ألعن من القذارة القذر قد يتقدر منه الآخرون لكنه لا يتقدر من نفسه لا يشعر بقذارته أما الطفس فهو الذي يتقدر منه الآخرون يقبحونه وهو أيضا يشعر بطفاسته بقذارته المتراكمة الطفس أقدر من القذر جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس تكوينا تكوينا وليس تشريعا أنت قذر طفس هو خالف شرعهم في الدنيا واتجه واتجه إلى العيون الكدرة القذرة فصار قذرا طفسا يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية لا تصلح تكوينيا لو كانت القضية شرعية لدخل في الشفاعة فإن الشفاعة كما يقول رسول الله لأهل الكبائر من أمتي هذه القضية تتجاوز الكبائر هذه قضية العقيدة الكبائر تأتي هنا في الحاشية فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي يا رسول الله قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات محرمات العقيدة وظلم المؤمنين والمؤمنات في جانب العقيدة وخالف ما رسم له من الشرعيات إذا اختلت العقيدة اختلت الفتاوى والأحكام وخالف ما رسم له من الشرعيات مثل ما يجري عليكم الآن أن تعتقد أن صلاتكم تكون باطلة بذكر علي مصدق واضح على هذا الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة يا أيها القذرون الطفسون إذا كنتم على دين القذرين الطفسين من آيات الشيطان العظمى من مراجع المذهب الطوسي القذر النجس وخالف ما رسم له من الشرعيات ما رسم محمد وعلي جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي تلاحظون التركيز على ذكرهما معا ليس هناك من انفكاك الذين يفككون بينهما في كل مقام من المقامات ما هذا مقام اللفظي في التشهد التفكيك بينهما في المقامات هي هذه القذارة والطفاسة التي تتحدث هذه الرواية عنها يقول له محمد وعلي يا فلان انت قذر طفس انت انت يا آية الشيطان العظمى انت انت الذي تصدر الفتاوى لا ندري من اين تصدرها يا ايها المرجع العظيم من اي فتحة تخرج فتاواك هذه التي تقول من ان الصلاة تكون باطلة اذا ما زينت بذكر امير المؤمنين الا لعنة على فتاواك الا لعنة على مذهبك القذر الا لعنة على مرجعيتك القذرة الطفسة يقول له محمد وعلي يا فلان انت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الاخيار تكوينا فخذوه الى جانم خذو هذا القذر الطفس خذوه الى جانم نذهب الى فاصل اشتركوا في القناة